السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي الفيديو جديد واقتراح جديد واليوم ما جيت نحضر معكم قيلة بالحوز والخضر تجري من الألد ما يكون سريعة التحضير كذلك الصحية ومقادرها جد مبساطة دخلت فيها عناصر لها كلمة كنتمش تدعموا اليوم لأنتم ولا ولداتكم لأفراد العائلة فرعلا دخلتهم بهالطريقة هذي الخضر اللي تتعجبكم أنا أكيدة أنكم ما تاكلوهم بلما تشعروا وتنتمنى الفيديو إن شاء الله إن الإعجاب ديالكم ما تبخلوش علينا باديك البصيمة فرا يريد تحدد المصير ديال الفيديو واش نجح ولا ما ينجحش وكذلك الشي تعليق زوين إلا كان الفيديو يستحق ونبدأو على بركات الله عندي هنا يحاجة عندي نخدم معكم أي حاجة هكا بديت نخدم بها فنعطيكم المقادر ديالها خدمت بالحامض هو الأول نعصره ثم هكاد الحامضة كيف تشوفوه أو نصف ديال الحامض انتمو اللي بغيتو تركونا نحيت واحد نسبة قليلة من هذيك قدرت نصف الكبيرة هكا بحالة قلتها حامضة صغيرة أو نصف حامضة كبيرة هذا هو الحساب عصرتها هنا يا فكما تتشوفو وانا هنحافظ على ذاك اللوب نحيد منه العظومة ونخدم به تتجي شرمولة زوينا بعد ذاك اللوب ديال الحامض هاد الشرمولة دي خدمتها معاكم بعدة طرق خدمتها معاكم بالحمض مصير كذلك خدمتها معاكم بالقزبور ليابس ما خدمتاش بالقزبور ليتي كونتري وخدمتها معاكم بعدة طرق وجميع الطرق هكا تتعطيك كله وحده المدقة ديالها ولكن في كل حالة تتجي هاد الشرمولة ديالي حود زوينا بدات التوابيل هدي هنا يبعد متنا نكون شجد هديك الحامضة نجد ونضيفول لها الربيع اللي تكون قطعها كرقيق خليط القزبور والمعدنس الكيمية ديال التوابيل والدائيال الربيع كذلك توموا وهدوك العناصر اللي يدخلنا كاملين تتبقى على حسب الحاجة وهنا يا عندي لبزارة حميرة كذلك الخرقوم البلدي ونسبات لكم والي تتكون زايدة على طب زير الخرى الملح و الخرقوم كمية من الثومة نصف كياسة زيته تندمجوا هذه العناصر مزيان باش تشرب باش تدخلين هذه العناصر في بعض غياتها باش تجي نشرموا لها كلها هكا من السما فها مدق واحد ضروري نخلطوها مزيان او نحركوها مزيان و هنا يتنبدا نشرم الحود ديالي عادي فإلا كان عندكم الوقت ترقدوا هذا الحود فاديك تشربوا لها واحد لمدة وإلا ما كانش عندكم حاولوا تخدموا بعض طريقة فرعه ماشي مشكل كون 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 terrorism 跟 ثم نجد الحوت نحضر الخضر نحتاج الأربعات الحبات القرعة خيزو و البطاطج و الفلفلة و تنجل و أربعات الحبات المطيشة تقدروا تخدموا بأي خضرات تتعجبكم فأنا خدمت معكم مقيلة كدخلت فيهم بسباس أي خضرات توفرت لكم الخضرات الموسمية أي خضرات تقدروا تتخلوها في هذا المقيلة فهذه المقيلة في العنصر اللي قلت لكم هو الدنجال الدنجال اللي هكا الأغلبية متيبغي وش هكا في الطاجين أو في المقيلات فره بها الطريقة نأكد لكم أننا تنستفوه بهذه الترتيب ديال أننا تنرتبوا الخضر هكا وحدة وحدة أو تندروا لي ذلك الترتيب ديال أنه تبقى مجموع تيعطينا واحد للناس تقولي أنه تيجي مختال في اللي بحلقة اللي خضرنا به في بلايس في الطاجين أو اللي درنا هكا في مقيلات وكانت فيهم مرقب حلقة أو طب هذيك الطريقة الاعتيادي فره تيجي نهائيا لا علاقة بالطريقة هذه اللي ورئيتكم اللي هاتشوفوا معي وجربوها تحكموا بنفسكم فحنا نقطعوها كطرنش وتندروا مع ذلك الخضر تندروا عليه الطب زيرة من الفوق أو اللي تبقى لنا من هذيك الشرمولة تيجي واخد لنا واحد لبننا يا سلام جربوه بهذه الطريقة هذي وارضوا علي ان شاء الله تيجي داخل فسطة ذلك الخضرات تيجي معلك تيجي بحل خدمته بتنجل فالأغلبية الناس ما تبغيوش تنجل ولكن تيوكلوها كزعلوك فره التهوة تيجي بهذه الطريقة جربوه ان شاء الله اكيد يعجبكم فاحنا دخلنا في عدة خضر اللي تكون محبوبة عند الدرية الصغار وعند الكبار دخلنا مع الفلفلا كذلك مع البطاطا وهذيك القرعاب فراتين دام جوت يعطونا واحد لمادق كزوين وهذيك شرمولة ديال الحوت فاشن تتشيط علينا تنشرملو بها هذيك الخضراء فراتيجي واخلينا ديك البنة ديال الحوت جربوه بهذه الطريقة ان شاء الله نتنكد عليها وانا اكيد عادي يجبكم فالنجل راه مهم دخلوه في الأطعمة ديالكم وهناي كما تشوفوا قطعة الفلفلا وهذيك العناصر كاملة خيزوه قطعته على التقطعات ديالفقاس قطعته مائل وقطعت كذلك القرعاب نفس طريقته هي مائلة قطعت الماطيشة على جوج بالقشراء و بالزريعة والبطاطا والفلفلا قطعتهم عادي ومودة نجال هذيك الشكل المائل بنسبة للخضر اللي تنقطوهم تيجين الدوائر ديالهم صغار فانا اضطررت انني اندي لهم هذيك تقطيع المائلة تتعطينا واحد لفورما كبيرة للخضراء هي باش تجي تجي ماتناسبة بحلاك الحبت ديال البطاطا او ترنش ديال البطاطا تيجي كبير كذلك الفلفلة تتوالمو وهناي فاش نقطع الخيز السوق والقرعات تيجي ونها صغارين اللي تتعطي يجيون المائلة تتكيها كم عامة مبارك كما تتشوفوا وهناي تنبدأ نشكلوا الخضراء ديالنا فقط باش تعطينا واحد لما نقدر تنزي هذيك الألوان تنحوله ندمجهم بعضياتهم نديرو كل خضراء هكا كل مرة تنديروها بتناوب تنديرو الشكل النظر ديال الخضراء تمشيو مع المقيلة ديالنت تتنكملوها هكا بنفس شكيله وراها الترتيب ديال الخضراء تعطينا واحد الماداق هائل الخضراء تعطينا كذلك تفتح لنا النفس الدراج الصغار انه مياه كل الخضراء تعطينا واحد الفرق كبير بين انكم تخدموا الخضراء عادي في المقيلة وتشحروها هكا وتخلطوها مع بعض اياتها ولا درسوها بعد شكل هذا فراها تعطي فرقة في الماداق تنأكد لكم عليها تعطي فرقة في شكل كذلك في الماداق تنأكد لكم عليها تنسطر عليها بخطة حمر جربواها تفهموني ان شاء الله علشان هادر هنا يديك الشرمولة هي اللي شاطلنا على الحوت تنسمت لنا بذلك الماداق ديال الحوت احبادها كما قلت لكم الا كان بحلقة عندكم الوقت ارقتها فرا تتشرب لكم الحوت بزاف تيجي هذيك الخضراء كلها من السماب الماداق ديال الحوت ما اضفت شتات شيط بزارة اخرى نهائيا اكتفيت بهذيك اللي شاطلية وتنضيف زيت المائدة هيا اضفت كم يدي زيت المائدة ونديرها فوق النار فهنا هي المرحلة ديال الحوت تمازل ما جات فانا تنجهد على فوق النار تنتشوف اكتسبت درجة حرارة عالية بدت تتغلي معايا وننقص على اعلامها لها ما تنضيفوش لا ولا نقطة ماء برور يدخلي وات طيب فاذيك المائدة تتلق لنا الخضر فاديك لاصوس اللي تحت كذلك هذيك اللي نزل من هذيك الشرمولة فهنا يشوفوها انها قريبة طيب طب تنص طيبها قريبة تكون واجدة نضيفو في هذي المرحلة كما تنعرفو ان الحوت متيش دليلاش الوقت نهيا في الطياب فارا اللي درناه ملوه مع الخضرات يجينا هكا طيب بزافت يفوت القياز دياله في الطياب عادية طريقة باش تخدموه لكنتو اول مرة تخدموه بنسبة المبتدئين ونضيفو الزيتون كذلك عندي هنا يزيتون يتكون من سماء هكا بالربيع تقدر ديرو الزيتون عادي او بصيلة ديالتو ما تطوعت ما الفوق فانا درت هاد الزين هكا فالي مهم فهد شي هو هذي قدرات الجينة الديدة بزاف فتقدروا تخدموه كما قلت لكم بأي نوع من الاسماك تقدروا تخدموها بسرديل شركتكم بالكفتة بحالكا تقدروا تخدموها بأي نصور عندكم بعدها تشد لناش وقت في الطياب نهيان تبعوا المراحل ان شاء الله إلا كنتو اول مرة تجربوه هات الطريقة هادي ما تخدموهش بلماء نهائيا ما تطيفوهش لماء ونقصوه لها باش تجيكم معلكا تشوفوهنا العناصر كلها طابد الخضر بذلك اللحوت وفالاخر تندير واحد الخويط ديالزيتون او تنكتفي وباديك زيتون اللي خدمنا بها في الاول فقط تنتمنى ان شاء الله الاقتراح دينينا الاعجاب ديالكم ما تبخلوش عنا بشي تلاقي زوين لكن الفيديو يستاهل ولايك تنتمنى الفيديو ديني نلقاكم في صحة والعافية وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته